السلام عليكم أعزائي وعزيزاتي التلاميذ وتلميذات المقبلين على امتحان البكالوريا هذه السنة ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة رياضيات للسنة الثانية بكالوريا علوم جريبية في الحصة اليوم سنرى فقرة من فقرات درس دراسة الدوال وبالضبط سنرى الفروع الانيائية في الفقرة الأولى سنرى المقاربات كيف يمكن تحديد المقاربات لمنحنة دالة وفي الفقرة الأخيرة سنرى الفروع الشي الجميع أول مقارب عندنا هو المقارب الأفقي نقول أن السف لكمية المنحنة دالة يقبل مقاربا أفقيا بجوار زائد مالا نهاية معادلته يساوي بي بحيث بعدد حقيقي إذا وفقت إذا كانت الليميت حينما يقول إكس إلى زائد مالا نهاية لعفل إكس تساوي بي فالحالة نقول أن المنحنة يقبل مقاربا أفقيا بجوار زائد مالا نهاية في المنحنة كيف يبالينا كيمتالية منحنة دالة بينما المستقيم هذا كيمتالية معادلة المستقيم المقارب وانتم كتلاحظوا بأن بجوار زائد مالا نهاية ولا مالا نهاية فإن المستقيم المنحنة يتقاربان ندوز داب المقارب العمودي نقول أن السف يقبل مقاربا عموديا معادلة هو إكس يساوي A إذا وفقت إذا كانت الليميت حينما يقول إكس إلى A لإفل إكس يساوي مالا نهاية يعني يساوي زائد ولا ناقص مالا نهاية كما كتبوا في شكل أمامكم المنحنة هو هذا في المستقيم العمودي وهي كيمتالية المقارب لماذا؟ لأنه قدما اقترب إكس من القيمة A قدما تقارب المستقيم ذو المعادلة إكس كيساوي A ومنحنة الدالة المقارب المائل نقول أن السف يقبل مقاربا مائلا معادلة هو إكس يساوي A إكس زائد B بجوار مالا نهاية إذا وفقت إذا كانت النهاية حينما يقول إكس إلى زائد مالا نهاية نقص مالا نهاية يساوي B فهذا الحالة نقص مالا نهاية أو نقص مالا نهاية نفس الشيء أرى يقول لك سيكون نفسها سيكون بجوار مالا نهاية كما ترى المنحنة في هذه الحالة المستقيم المائل ذو المعادلة A ايكس زائد B كما تلاحظوا بأن مالا نهاية المستقيم والمنحنة يتقاربا نشوف دابا الفروع للشلجمية نقول أن السائف يقبل فرع شلجمية بجوار مالا نهاية اتجاهه محور الأفاصيل إذا وفقد إذا كانت ليميت حينما يول إكس إلى مالا نهاية للقيمة إفل إكس على إكس تساوي السفر أنتم كمكتشوفوا في شكل أمامكم هذا المنحنة دينا هذا محور الأفاصيل هذا نقول أن السائف يقبل فرع شلجمية أنتم كتلاحظوا بأن إلا خذية المنحنة فإنه كمتل فرع شلجمية هذا كسميه فرع شلجم لحالة الثانية من فرع شلجمية نقول أن السائف يقبل فرع شلجمية بجوار مالا نهاية اتجاهه محور الأراتيب قبيلا كان الأفاصيل لبالأراتيب إذا وفقد إذا كانت ليميت حينما يول إكس إذا مالا نهاية إفل إكس على إكس تساوي مالا نهاية وانتم كمكتشوفوا في شكل أمامكم هذا هو المنحنة دي الدالة وهذا محور الأراتيب وانتم كتلاحظوا بأن المنحنة يشكل فرع شلجمي واتجاه دياله محور الأراتيب الحالة الأخيرة في فرع شلجمية وهي الحالة التالية السائف يقبل فرع شلجميا بجوار مالا نهاية تجاهه المستقيم دي المعادلة إقري يسوي أكس إذا وفقد إذا حسبنا النهاية حينما يول إفل إكس على إكس وخرجتنا أق بحيث أ يخالف صفر لأن إذا كان أكس يسوي صفر فالإكس الساعة ندروا علمه على فرع شلجمي تجاهه محور الأفاصيل فيين حالا بعدنا نخليف صفر الحسبنا النهاية دي الإفلي إيكس ناقص أ إكس حينما يقول إكس إلى مالا نهاية هذه ثم تلاحظوا بأن المنحانة يمثل فرع شل جامي تجاهه هذا المستقيم هذا وباشخص منحصة ديليوم نجي ندروح التطبيق نعتبر الدلا إف المعرفة بما يلي إف لإكس كسو إكس ناقص جذر إكس السؤال الأول مطلوب مني حديد إف مجموعة تعريف الدلا إف السؤال الثاني أحسب نهاية عند المحدات السؤال الثالث بيين أن السائف يقبل فرع شل جامي ينتجاهه مستقيم دلتا محددا معادلتها السؤال الأول عادي هو تحديد مجموعة تعريف إذا لدينا إكس ينتمي إلى الدلا إف يكافئ ببساطة أن داخل جذر سيكون أكبر من أو يساوي صفر وبالتالي فإن مجموعة تعريف الدلا إف هي المجال صفر زائد ما لا نهاية أضطر نتيجة ديلي إذا السؤال الثاني لدينا حسب النهاية حينما يؤل إكس إلى صفر لإف لإكس درا سهلة هي صفر ناقص جذر صفر لهي صفر بينما النهاية حينما يؤل إكس إلى زائد ما لا نهاية لإف لإكس نعمل بإكس حينما يؤل إكس إلى زائد ما لا نهاية لإكس ناقص جذر إكس نعمل بإكس حينما يؤل إكس إلى زائد ما لا نهاية لإكس عامل لواحد ناقص واحد على جذر إكس حينما يؤل إكس إلى ما لا نهاية هذه القيمة العادة يعني هذه تولي السفر أتقالي واحد ناقص سفر هي واحد إكس يؤل إلا ما لا نهاية زائد ما لا نهاية في واحد هي زائد ما لا نهاية وبالتالي أنا حسبت النهايتين بجوش سؤال الثالث قال بأن سائف يقبل الفرع آشة الجميع بجوار ما لا نهاية يعني أني تحتاجنا على النهاية عند زائد ما لا نهاية في السؤال الثابع حسبنا بأن إذا لتحديد الفرع آشة الجميع نقسمه على إكس نحسبه النهاية إذا نحسب لها حينما يؤل إكس إلى زائد ما لا نهاية لإدلا إف لإكس على إكس وهي لميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية إفل X هي X ناقص جذر X على X ناخد أكبر أس وأكبر أس أكبر أس الفوق هو X أكبر أس التحت هو X اختاز X مع X ستعطيك 1 وبالتالي هي تتنايل لميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لعدد 1 وهي 1 إذا أركب قليلة بنحسب نهاية حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية للقيمة إفل X ناقص AX A هو 1 إذن 1 في X هي X كي يكفي أن نعود الجنهية للميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية لX ناقص جذر X ناقص X هي الليميت حينما يأول X إلى زائد ملا نهاية نختاز X ناقص X تقالي ناقص جذر X ناقص مالا نهاية وبالتالي نقول أن السائف يقبل فرعا شلجميا اتجاهه المستقيم ذو المعادلة Y يسوي AX A هو واحد طبعا هذا الشيء بجوار مالا نهاية مالا نهاية كانت منها تكونوا استفتوا معي في حيثة اليوم على امن تلاقوا في حيثة اخرى ودرجة جديد من دروس مادة ريادية للسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية موسيقى 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 موسيقى